أعلنت منظمات إغاثية وإنسانية في رفح جنوب قطاع غزة توقفها عن تقديم الخدمات بالتزامن مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على كامل محور فلادلفيا. هذا وتوقف الرصيف البحري في غزة عن العمل بعد إصابته بأضرار بسبب الأحوال الجوية. فيما تحدثت السلطات الصحية في القطاع عن تفكيك المستشفيات الميدانية في منطقة المواصي بسبب القصف. كيف يمكن وصف الأوضاع الإنسانية في غزة بعد توقف عمل الرصيف البحري والسيطرة الإسرائيلية على معبر رفح؟ وماذا بعد خروج المستشفيات الميدانية من منطقة المواصي؟ مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في رفحة تقلص بشكل كبير حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل للنازحين في قطاع غزة وفق الأمم المتحدة. لا سيما بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري الذي كان يدخل من خلاله نحو 85% من المساعدات للغزيين. الجيش الإسرائيلي وبعد ضغط أمريكي ودولي بدأ مؤخرا بإدخال كميات. قالت الأمم المتحدة إنها لا تذكر من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لأكثر من مليون ونصف المليون نازح باتوا يتكدسون في دير البلح ومنطقة المواصي وسط وجنوب القطاع. مطالبة إسرائيل بدرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات قبل تفاقم الأزمة الإنسانية. وفي مناطق شمال القطاع حذرت منظمات إغاثية من تفاقم الأوضاع الإنسانية. لا سيما بعد إعلان الجيش الأمريكي تعطل رصيف البحري المؤقت الذي بناه مؤخرا بعد فقدان أجزاء منه بسبب سوء الأحوال الجوية. متوقعا أن يتم إصلاح الأضرار خلال أسبوع. علما أن معظم المساعدات التي كانت تصل مؤخرا لما تبقى من سكان شمال القطاع التي تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو أربعمائة ألف مواطن. كانت تصل عبر سفن إلى رصيف البحري الأمريكي ومن ثم تنقل عبر شاحنات لسكان شمال وغرب القطاع. شح دخول المساعدات بعد العملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح لم يتسبب فقط بتفاقم الأزمة الإنسانية. بل انعكس بشكل كبير على القطاع الطبي المتهالك. لا سيما بعد إعلان السلطات الصحية التابعة لحماس خروج جميع المستشفيات في رفح عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي. الأمر الذي دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى دعوة إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل فوري. وسماح بدخول المساعدات لأسيام الطبية لبعض المستشفيات الميدانية التي لا تزال تقدم الحد الأدنى للمصابين. الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو أننا بحاجة ماسة إلى حل سياسي يسمح لنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى نتمكن من إدخال المساعدات. التحذيرات الدولية تتزامن مع إعلان جميع المنظمات الإغاثية والإنسانية في رفح توقفها عن تقديم الخدمات والمساعدات لسبب التصاعد وطيرة القصف الإسرائيلي والاشتباكات بين طرفي الصراع. مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي سيجعل أزمة الجوع تهدد ليس فقط سكان شمال القطاع بل جميع الغزيين. ولمناقشة هذه التطورات على المستوى الإنساني معنا من واشنطن المدير السابق لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الطفة الغربية وغزة لاري جاربر. أهلا ومرحبا بك سيد لاري جاربر مع الأوضاع التي حدثت للميناء في غزة. أيضا الأوضاع في رفح كيف يمكن أن نصف الحالة الإنسانية وتوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع؟ الموقف كارثي بكلمة واحدة والرصيف الذي كان يساعد على تخفيف بعض المعاناة الإنسانية سيخرج عن العمل لأسبوع على الأقل وربما أكثر. والمعابر الأخرى المستخدمة إما في نفس الموقف نتيجة للعمليات العسكرية في رفح أو لأنها لا تستخدم بشكل كاف من ناحية عدد الشاحنات التي تعبأ بشكل يومي. الصورة تعزز معرفتنا بمدى مأساوية والموقف في غزة والحاجة لوقف لإطلاق النار فورا للتطرق للهواجس الإنسانية وأيضا للإفراج عن الرهائن. نعم سيد لاري بالنسبة للميناء البحري هو مرتبط بهذه الظروف التي لها علاقة بوضع الطقس وخروجه عن الخدمة وغيرها من أسباب أدت إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية ولو لمدة أسبوع. البدائل بالنسبة للمعابر البرية وخاصة معبر رفح بعد سيطرة إسرائيل عليه. هل يمكن أن يكون هناك حل ما من أجل إدخال هذه المساعدات الإنسانية الضرورية؟ وكما نعلم فإن 85% من المساعدات الإنسانية كانت تدخل عبر معبر رفح. هناك حلول تتطلب الإرادة السياسية من جانب الإسرائيليين للسماح لمعبر كارم أبو سالم بالعمل. وربما أيضا فتح معابر أخرى على الحدود بين غزة وإسرائيل على امتداد الحدود الشرقية. وهناك أماكن يمكن أن تخدم كمخازن تخزن فيها المواد الغذائية لوسط غزة وجنوب غزة. ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لاستخدامها. وإحساسي أنه رغم الألم والمعاناة التي يعيشها الناس في غزة. بالتأكيد لا نريد أن نرى استمرار لهذه المأساة. نعم ما هي برأيك يمكن المخرج الآن. هل يمكن أن نرى مثلا وحتى يتم حل هذه القضية. كما أيضا المطبخ العالمي كان أعلن وقف عملياته نتيجة لهذه الظروف. أن نرى مثلا إعادة إرسال المساعدات الإنسانية بطرق مختلفة. كنا قد رأينا إرسال المساعدات الإنسانية عبر الجو في الفترات الماضية. الحل هو نقل المساعدات الإنسانية عبر الشاحنات والمزيد من المعابر يجب أن تفتح. حتى لو كان الرصيف أكثر نشاطا فإنه يوفر نسبة مئوية محدودة مما هناك حاجة له بشكل يومي. المعابر هي المنفذ الأساسي للتأكد من تلبية الاحتياجات الإنسانية. من الطعام والدواء والماء وأساسيات الحياة اليومية والتوقعات بأن الرصيف سيكون حلا كاملا. هذه لم تكن واقعية أبدا. كانت هناك مبالغة فيها ويجب القيام بجهد للتأكد من أن نقاط العبور عبر المنافذ المختلفة لا تكون فقط مفتوحة وإنما يسمح لها بالعمل بشكل نشط. واضح أن وجود الجيش الإسرائيلي وقيامه بالعمليات في رفح. هذه تعقد الجهود الخاصة بتوزيع الطعام والاحتياجات الأخرى للسكان في غزة. والإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل من القيام بخطوات معينة ينجم عنها مثل هذا النوع من الكوارث الإنسانية. وهذا ما حدث عبر قتل المدنيين وهذا يحدث مرة أخرى. الحاجة الأساسية هي لوقف إطلاق نار مع خطة نشطة لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر قطاع غزة. نعم المشكلة أيضا سيد لاري بأن اللجوء والتنقل من مكان إلى آخر هي عملية مستمرة مع كل تحول في هذه العملية العسكرية. نتحدث عن أكثر من مليون نازح نزحوا من رفح هذه المنطقة التي كانت مقتضة بالسكان. الآن توجهوا إلى مناطق أخرى. عملية هذه الانتقال من مكان إلى آخر إلى أي مدى تصعب من الوضع الإنساني وتصعب أيضا من إيصال المساعدات الإنسانية؟ نعم في معظم المواقف جهود الإغاثة الإنسانية يمكن أن تركز على مجال معين وتبني بنية تحتية مستشفيات مدنية مراكز توزيع في أماكن معينة. عندما نتحدث عن عشر أو خمسة عشر ألف نسمة كما ذكرت أنت وتقريبا إلى نصف مليون نسمة يتحركون. من الصعب أن نقوم بعملنا بنسبة كبيرة وتداعيات هي أن الناس سيجوعون ولا تتوفر لهم الاحتياجات الطبية التي يجب أن تتوفر. ويكونون معرضين لأمراض مختلفة. والمنقذون واللاعبون الإنسانيون الآخرون يجدون من الصعب بمكان الوصول إلى معظم الناس وربما يتواصلون فقط مع الناس المحيطين بمقراتهم. ولكن الوصول وإرسال شاحنات أبعد من مناطقهم هذا يصبح أكثر صعوبة خاصة عندما لا تعرفين إلى متى سيبقى الناس النازحين في مكان معين. نعم. إلى متى وأين؟ يعني مع الحديث عن الانتقال إلى أماكن أخرى. مع الحديث عن العمليات العسكرية وعند التطورات الميدانية. حتى المستشفيات الميدانية التي كانت قد قيمت في منطقة المواصي تم تفكيكها. يعني هذا إلى أي مدى يعقد الوضع الإنساني وخاصة الوضع الصحي في ظل هذه الظروف وهذه الأعداد الكبيرة من الجرحة؟ الجزء الطبي هو جزء من الموقف الإنساني وهناك احتياجات طبية للمصابين وللذين يعانون من أمراض مختلفة وهذا سيء في ظل الظروف العادية ناهيك عن الكارثة الإنسانية والافتقار للطعام والماء. هذا يجعلهم أكثر عرضة للمرض وبالتالي الموظفين الطبيين منشغلين جداً ولا يستطيعون التعامل مع كل المرضى. هذا يجعل المشكلة الإنسانية أكثر خطورة خاصة عندما نتعامل مع سبب يؤدي إلى افتقار في المواد الغذائية. كل هذه هي أجزاء من البنيان الإنساني. حتى الإسكان نرى الجو أو الطقس في غزة وهو حافل بالمشاكل في هذه الفترة من السنة. هناك مشاكل في مناطق الخيام ويجب التعامل معها أيضاً لتأكد من أن هناك طريقة لإزالة المخلفات المتراكمة وتأكد من أن الناس لديهم فرصة الوصول لمياه الشرب. نعم. لم لمت هذا البنيان الإنساني إلى أي مدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي قادرة على القيام بدورها أكثر لربما من جهات أخرى. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في توفير المساعدات إلى غزة عبر المنظمات المختلفة. التي تعمل معها الوكالة وأيضاً حل بعض المشاكل وإقتراح حلول مثل زيادة نقاط النفاذ واستنباط طرق لإيصال المواد إلى المستودعات والمخازن قبل توزيعها. هناك مكون لوجستي والوكالة الأمريكية لديها خبرة ولديها فرق عاملة على الأرض تتفاعل مع الإسرائيليين وكذلك مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في غزة. ولكن هذه أيضاً محدودة وليس لديها التواجد على الأرض في غزة. والموقف الأمني أيضاً يعتمد على تقارير من منظمات أخرى كي يكون هناك عناصر على الأرض. هذا تحدي أن نحصل على المعلومات بشأن الاحتياجات المعينة من ناحية أين تكمن هذه الاحتياجات والموقف خطير ويجب إعطاء أولويات. شكراً جزيلاً لك المدير السابق لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة لاري جاربر. شكراً لك.